السلام عليكم ورحمة الله كل سنة ومتطيبين ورمضان كريم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بلح الشام وزي ما تعودنا هنعمله بطريقة سهلة ومبسطة جدا هتخليك حتى لو بتعملي لأول مرة بإذن الله بعد الفيديو ده هيطلع بلح ناجح معاك جدا وطري ولذيذ من جوة ومقرمش من برة يلا مع بعض نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بنعملها لوصفة أي حلو شرقي هو الشربات الشربات مهم جدا لنجاح الوصفة وبلح الشام بيحتاج شربات تقيل والشربات التقيل هنحتاج له ثلاث كبيات سكر كباية ونص مية عصرة لمونة ورشة فانيليا زي ما تعودنا وانا عملت حلقة شربات قبل كده هحطول كلينك بتاعها في صندوق الوصف بنحط المية الأول لازم نحط المية الأول عشان وإحنا بنحط السكر السكر ما يترتش في جناب الحلة ويبتدي يسكر مننا والشربات يبوز ويبقى عامل زي الجبس هنبتدي الأول نحط السكر وبعد كده المية وبنقلب الشربات مرة واحدة بس زي ما تعودنا نقلب وأول ما نبتدي نرفعه على النار ما نحطش في المعلاقة تاني هنقلب بالراحة جدا وبعد ما نخلص تقليب هنجيب فرشة ونبتدي نمسح جناب الحلة من جوة بيها فرشة مبلولة مية ليه؟ عشان لو حبيت سكر نطرت كده أو حطت كده ما تبوزناش الشربات بتاعنا تاني حاجة بنولى على الشربات دايما النار متوسطة ببنخلهاش نار عالية قوي عشان ما تبتديش تفور وتغلي وبرضو السكر يلزق في الجناب وعملناش حاجة وأول ما تبتدي المية تغلي بنحط عصرة لمون ورشة فانيليا طبعا وبعد كده بسيب الشربات مش أكتر من 6 أو 7 دقايق بالزبط بعد الغليان عشان ما يبقاش نشك مننا قوي ويخلي بلح الشام متيبس قوي مش مقرمش زي ما احنا عايزين بعد كده بطفع عليه وبشيله على جنب ندخل بقى على عجينة بلح الشام عجينة بلح الشام بتنقسم إلى جزئين أول جزء بنحط في حلة كبايتين مية ونص كباية زيت ومعلقة سكر ورشة ملح رشة ملح صغيرة يعني ما تكتروش ذرة كده وبعد كده بقلب المقدار داب الراحة في الحلة لغاية ما حس إن السكر داب في الزيت والمية وبعد كده أخدها على النار وافضل أقلب فيها لغاية ما تغلي في بعد كده عندي مقادير تانية اللي هي كبايتين دقيق وأربع بضات صغيرين أو تلاتة كبار أنا هنا استخدمت أربع بضات عشان البيت كان صغير لكن لو عنديك بيط كبير هتحطي تلاتة بس يبقى احنا دلوقتي هناخد المية اللي بالسكر والزيت والملح على النار لغاية ما تغلي دلوقتي كده هي غلية خلاص بسرعة هقوم حتى الديق على المية وقلب بسرعة بسرعة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي شايفين سهلة ازاي هي حلة جبناها حطينا فيها زيت وملح وسكر وسبناها تغلي وحطينا عليها كبايتين دقيق وهنقلبها طبعا وانا بقلبها كده العجينة هتبتدي تدخل في بعض أفضل أقلب فيها برضو لغاية ما حس ان العجينة بصوا تكتلت على بعضها ازاي وحس ان قهر الحلة ما بقاش فيه عجين وأنظيف لو انت حلتك تفال مش هتلاقي فيه اللازق ده لكن هي عشان ألمونيا يعني لازق شوية خلاص بعد كده يبقى هي عجينة استاوت يعني أول ما تبتدي العجينة تلم على بعض في جنبي كده يبقى عجينة استاوت هاخد العجينة هي لبيلة زي ما هي كده وحطها على سطح خشب أو صنية وحاول أفردها عشان البخار يطلع منها وما عملش فيها أي حاجة قبل ما تبرد يعني نص ما تبقاش متلجة يعني يا دوب تبقى دافية لإني لو حطت عليها بالبيض وبقيت المكونات دلوقتي البيض هيبقى بيد مسلوق بالعجين فمش هينفع طبعا أنت لو عندك عجان مفيش مشكلة هتغديه وتشغل عليك كف لغاية ما يبرد أنا مردتش هشتغل بالعجان عشان يبقى سهل عليكو للي ما عندهاش وعشان برضو لو في بنانيت صغيرة عايزة تعملها ما تعتلش وما تحسش إن الوصفة صعبة كده خلاص أنا العجينة بعاية بردت مش بردت قوي بقت دافية هحط عليها الأربع بيضات زي ما قلتلكم دول أربع بيضات صغيرين بأكد لو البيض كبير حطي تلاتة بس وابتدي بقى أعجم بإيدي ودخل البيض في العجين طبعا هي مش هتبقى صعبة ده هي هتتلم بسرعة جدا وحركات دائرية كده هلاقي العجينة تلمت معايا لغاية ما أحس إن العجينة نعمة وما فيش فيها أي أثر للبيض شايفين ماشاء الله والله يا جماعة بلح الشام سهل جدا ولو انت حتى بتعمليه لأول مرة إن شاء الله لو مشيتي على المقادير مزبوط هتطلع الوصفة معاكي نجحة جدا وهيطلع أحلى بلح الشام انت كلتية بصوا ما شاء الله كده العجينة سهلة إزاي أهي نعمة وما فيش أي أثر فيها للبيض هبتدي أجيب كيس حلواني وقمع زي اللي انتوا شايفينه ده لو ما فيش القمع السلسيل ده تقدري تجيبي قمع بلاستيك على فكرة أنا جايبها القمع ده مش غالي كان تقريبا بستة أو تمانية جنيه مش غالي هاتي وخليه معاكي هينفعت كمان في بيتيفور العيد اللي ان شاء الله برضو هنعمله قريب هبتدي أجيب أمع وهجيب كيس حلواني بس كيس يكون تقيل الكيس القماش ده نوعه كويس وفي نفس الوقت بيعيش لأنه بيتغسل أنا مثلا جايبة الكيس ده بقاله عنك سنتين أعمل فيه واخسله واشيله وكمان ان شاء الله هينفعنا في وصفة البيتيفور اللي هنعملها قريب جدا عشان العيد كل سنة متطيبين دلوقتي أنا هفضي كل عجينة بلح الشام في الكيس واقفل على العجينة كويس واخرج منها كل الهوى واحتاج معايا مقصة عشان أقطع به وحدات بلح الشام فيه نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها بلح الشام ما بيتقليش في زيت سخن ولا دافي ولا حتى مولعين عن النار يعني الزيت ده كده في الطاصة أنا فضيته ولسه ما شغلتش عليه النار خالص هشغل عليه النار إمتى أول ما أخلص تشكيل وحدات بلح الشام في الزيت طبعا أنا بحط المقص في الزيت عشان ما يلزقش في العجين وابتدي أقطع بلح الشام في المقاس اللي أنا عايزاه أنا عن نفسي بحبه وسط لا كبير ولا صغير عشان تاخدي وحدة بلح الشام كده ما تسبيهاش إلا وانت مخلصها وكلها هبتدي أنزل وحدات بلح الشام زي ما انتوا شايفين إيد أمسك بيها طبعا العجينة الأول بتكون لما بيكون الكيس مليام بيبقى محتاج مجهود شوية فإيد أضغط بيها وأول ما نزل المقاس اللي أنا عايزاه أبتدي أقطع بعد كده لما الكيس نصه بيفضى بيبقى كويس طبعا أنت تقدر تعملي العجينة على مرتين لكن أنا كسولة شوية وقلت أحطها مرة واحدة في الكيس عشان أخلص هبتدي أحط واحدة واحدة كده في الزيت وخدنا أخذ بالنا تاني بلح الشام مش بنولع عليه الزيت إلا لما بنخلص أنا خلاص خلصت الكمية بتاعتي هبتدي أولع عليه النار ومش هقلبه خالص لغاية ما حسي أن بلح الشام طلع فوق السطح أو بمعنى أصح بلح الشام قب كده فوق السطح لو قلبته قبل كده هيبقى لسه طري والمعلقة هببوز شكله هفضل أقلب فيه وخلي بالي منه عشان كله ياخد لون واحد وطبعا الشربات معي أهو بارد تماما بلح الشام يا جماعة الشربات بارد بلح الشام يبقى سخن لو الشربات سخن وبلح الشام سخن البلح الشام هيعجن وهيبقى مش حالو هقلب فيه لغاية ما ياخد اللون اللي أنا عايزاه اللي هو اللون الدهب الجميل وبعد كده أصفيه كويس وأحطه في الشربات حوالي دقيقتين لغاية ما يشرب الشربات ويبقى جميل كده مش أكتر من كده عشان ما يبقاش معسل قوي طبعا في كمية تانية من بلح الشام أنا لسه ما قلتهاش قدامي بقى حاجة من الاتنين يا إما هستنى مما الزيت يبرد خالص أو هنقل الزيت ده في حاجة تانية وبقى استعمله بعدين وحط زيت مكانه بارد برضو أنا عن نفسي ما بغيرش الزيت ولا حاجة أنا بقى لنص الكمية الأولاني ببساطة واحطه في الشربات دقيقتين دقيقتين ونص مش أكتر عشان ما يبقاش معسل قوي وبعد كده بقوم أعمل كام حاجة في البيت كده أخسن موعين أشوف أي حاجة أعملها وارجع أقل لنص الكمية التانية يكون الزيت بارد تماما يبقى فيه نقطتين مهمين جدا لازم ناخد بلنا منهم أول حاجة إن الشربات لازم يبقى بارد تاني حاجة إن الزيت اللي بنقلي فيه بلح الشام برضو لازم يبقى بارد لو ما عملناش الحاجتين دول بلح الشام هيفشل دي أول نقطة معنا فيه نقطة تانية عايز أكلمكم فيها لو فيه حد مش عايز بلح الشام ما قرمش قوي يعني تقيل على سنان ومثلا يقدر يعمل شربات وسط وأنا زي ما قلت لكم هحط اللينك أنواع الشربات بالتفصيل في صندوق الوصف وبكده يبقى احنا خلصنا معانا بلح الشام شوفوا ما شاء الله شكله جميل إزاي من برة ولونه اللهم صلى عن نبي تحفة جدا وعايز أقول لكم إن انتوا لو مسكتوا واحدة فتحتوها من جوه هتلاقوها طرية من جوه ومقرمشة من برة لو حبيتوا الوصفة وحسيتوا إنها سهل عليكم ما تنسوش تعملوا لايك ولو لسه مشتركتوش اشتركوا عشان يوصل لكم كل جديد